اشتركوا في القناة تقريبا كان بزاف دي الناس اللي عايشين بحرها قصة اللي كتهدر على العشق مع بعض الطلاق الراجل منك تلق من المراحل كتبع اللي هزوينا وفي أبها حلة ولكن منك تكون مرادو ما كيبالوش هادشي فلذلك بلما نحرق لكم المراحل غدي ندخلوا مباشرة في القصة دينا كأي مرأة في النهاية دي الربيع الثاني كتمر بفترة عسابية جراء حرمانيها مينو الخلفة ما حرفتش واش هذا قدري ولا عقب من الإله بسبب دن بدرتو في العين أو في السر أنا سني صفية وعندي 30 سنة زيني هادي لكن دبلتي مكن كنت في الأوائل دي العشرينات زوينة وعطي العين عليها راجلي شافني وتلف وقرري تسوج بي وحارب عائلتو لقبلي اللي رفضوني حيث كان بيناتنا فرق كبير أنا كنت امرأة ثارية هو كان رجل فقير من بيئة مختلفة على بيئتي ورغم ذلك اخداني بتزمنهم لكن مقدرش نفرح معاه حيث ربي بتلاني وحارمني من الخلفة من الخلفة لكن نقوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال دخلات الخطامة عندها هذا السنية للفطور في الده وكات برقيق في المادام اللي كانت صراحة في حالة يرتلها الشعر واقف لها وحراش لها الحجب المغوفين وحالتها صراحة حالة مادام مسيوحي ستصل وقال لك عندك تنسي ما تمشيش عند والدي دي عارضين عليك واخا سيري شوفي شغلك واخا حطات الخطامة السنية للفطور وهبطاتها عند التاهية وكات تضحك ما لكات تضحكيش كاين على مادام صفية ويلي حاسة حالة يا أختي شعرها مششعكك ووجهك يخلى ما عافش رجلة علاج ميتلقاش غديجي بحسن منها جمعي فمك وشبغي تخرجي على خدمتك هاد الخيل اللي كتشوفي فيه رهي السبب فيه اللي طلعت رجلة السابع سما وإذا شفتي هولتها كحد دخلت في كتئاب ماشي سهل على المرأة ربي يحرمها من اللي ولي دات قولي الله يستر واللي تشوفي الحبيبه غدي تبلى واجي كملي شغلك قبل ما تخرجي على راسك واخا خالتي شوية نزلت مادام صفية لابسة جلبة بكخيف رحمة المتروضة مع سابوع حالي غطت شعرها بزيف نتلت قاجة بها راسة وشافت فيهم أنا غادخلت رحمة نشوف عقوستي لا سول عليها شي حد قولي الله محروطة على اللحشة واخا بنيت سير الله يعاونك يا ربي خرجت ما حملاش راسها ولا حملت مشي عند عقوستها المنافقة لكن ما عندها مدير ركبت في سيارتها المينسيديس وانطلقات الأحد الأحياء الشعبية اللي كانت تواجد في منطقة البرنوتي نزلت من سيارتها وانطلقات للعقوستها ضقت الباب تحلت لها بنت تكون عندها 19 سنة زوينا عطي العين تلقى شعرها الأحمر ومقدمة كياج والصارخ شافت في صفية وتبسمات خالتي صفية لبس عليك دخلي ربي يخليك دخلات الداخل بالضبط للصالة اللي قالتني فيه خواتي تراجلها ثلاثة خديجة دات 22 سنة أملي طفلين فتيحة دات 30 سنة أملي ثلاثة أطفال ونارشيس دات 18 سنة للطفل واحد العقوزها شافت فيها وتبسمات مني فاق أهلا أنا بنتي صفية نورتين تفضلي ربي يخليك أخالتي قلسات وشافت في طفلاتها كيف يقولوا أولا لويزاتها لابس عليكم غبرتوش حال ما شفتكمش أيوا مع الوقتها صفية انتي لابت عليك أخويا لابت عليه أيوا بخير الحمد لله جات بنت خالتم هذا الصينية الآتي وتبعها همها بالضيافة حطوا صينية قاتي إحدى الحاجة اللي بدأت تكب قاتي وكتغمز في بنتها أيوا صفية صافي ربي حرمك من الولاد يك عمرنا وقيلة غادي نشوفه والدولة بنت لك هذا الموضوع بالضبط مقزمها ومرضها في حياتها وفيما كتجي هنا يتحطوا لهذا راح لجرحها مكتب أختي ماشي أنا أول مرة ولا آخر مرة ما غاديش تولد ولكن ولديهاش دنبوها صفية تهو منحقه يشوف ولده ولا بنته علش تعد بيه علش انتي أنا يا إذا ربي حرمك من الوليدات تخليه يشوف مرة غيرك طلعتها وابتات البنت صغيرة ويسميتها غيطة المعلمح كتبين أنه كينشي علاقة بين كلام عقصة وبناية وهذه البنت هي غيطة ياكو المعلمح ولو جامدة كأنها ما دنبوها صفية تكون تكية وصفة مع طايرة الموضوع مشي غيطة الموضوع بغيت ندماءني على ولدي وما غديش نلقى بحسن من دمنا يا ابنيتي بغيت نشوف ولدي والد قبل من موز واش ماشي من حقي هاتشالش معي تنعليه باش نعطي لكم الموافقة حسي يا ابنت صفية راح عشر سنين دي الزواج وطبي بقى لك ما تقدري شايت ولدي خلي خويا يفرح الله يرحم لك الوليدين قاع سحاب ولده ولادهم الكبير عندو عشر سنين تالين أختي غدي تبقى يرابطاه شافت فيهم عينها مغرغرة أنا ما رابطاش اللي بغيت زوج يتزوج ما تبقاش شايته لي الله يرحم منكم لولدكم اللي بغيت زوج يتزوج مش غريش فيه مزدتها كان وخرجات التجري أو بالأحرى خرجات كانت بكي وقلبها معالم بها غير الله مش سهلة لتحرم لولد وده بنت يقولوا لها انتيني ما كانت ولديش لك القادر كان أقوى أقوى منها بقى تقاس على أحسابها كتفكر في الجرح لي عمره ما غدي يبره كتفكر في ما تصير هالأسود لي ما زال غادي سواد كتر ما هو أسود ما عرفت شنو الغالق لدارت يعني وش تربي حرمها من حقه طبيعي اللي تخلقت على قبل اللي هو الوليدات من زمان هي كتحلمش وليدة ولا بنيتها لكن سنة ورا سنة حتى وصلت لسنة العاشرة لكن بلا نتيجة تخل عليها رجلة عيسى مغوبش طلعها هبط فيها بحسابية يا قلت لي قاتين تعشوا عدمي فعلش مقلسيش عندهم وتعشيتي معاهم راي عشاوني عفتي باش عيسى شاف فيها بحيني الحادة ونا دارته شديد البولودة باش عشاوني بالهام والفقصة هاتش علاش مسافتاني عندهم باش يقنعوني نخلي قتزوج عيسى وف ما قلت لهم والو أنا كنت عواني جبت معك الموضوع اليوم ومنين جبت أنا بغتني تزوج ومن حقي حسي بي يا صفية عشر سنين وانا كنت منها يكون عندنا ولد وانك ربي ما جاج شغلت يندير غين تزوجنا ورد وانحقق الحلم وديها لي عافك وانا شكون يحقق لي حلم شكون يحس بيها على أنا ما كان حلمش يكون عندي وليد لكن ربي ما بغاش ونبغلت يندير وش نعصاه قلت حدها وبقاك يشوف فيها وفي عينيها مغرغرين حاط يدو على يدها وشف فيها محروق انا حس بيك لكن ربي ما بغاش خليني تزوج الولد شوفيها يكون ولدك صفية بعدات يدها عليك كأنه ما عليها شي تعويضة دي للسحر تزوج هذه البرهوشة عيسى عمراي كانت لك ولا كانت لعائلتك مشي أنا هزيتك انت وعائلتك ووكلتكم وردتكم بنا دم تزوج حليا أنا أنا بنت القاعه الباع مشي أنا قبل الرجل يتزوج حليا أنا ما يزوجوش حليا الناس وش فانت شوفيها معصة وحس أن الكبرية تهان في هذه اللحظة كيف شو كلتنا وشربتنا ما دم حسني في ممك ما أنا كدبت ياك كنتي خدام عند الأب دي اللي غسيك يا غسي نسيتي وانا اللي شفقت عليك وخدمتك بلوها السيطة وعائلتك جعانا لدابا تحل فمهم ياك أنا لديت فيهم الخير ولا صافي لملحة دودات وصفية ما كتولد صافي وليت مرأة غير نافعة ياك حسني ألفادك فما تنودي تقولي عائلتي جعانا وانا كدرت فيها الخير لديت فيه أدري الخير غفل الله ويرحملك الوالدين شوفي دابا أنا بغيت نولده من حقي وما غديش تحرميني من حقي بالصح انت بعد دابا عند راتك غديد زوجة ليا دحكات بقصة ومخلطة بمرارة ما تحلمش كيف طلعتك لسابع السماوات نقدر نخبتك ورجحك غدام عندي أسي عيزة وما تحلمش لنت ولو إيهم تحطموني أنا بالساف عليكم شوفيها وضحك ايايا بالساف دابا كتحت براتك انت غدي تبطيني هذا أنا إذا طلعت رهب من جهوداتي ماشي بيك صحيح عاونتيني وانا ماشي لكل الجميل لكن هاتشي ما كيعنيش أنا كتجرحيني ولا تسيئ بائلتي وانا غدي تزوج بغيثي ولا كرهتي وقفاتت قبل زمعه وشافت فيه بتحدي غدي تزوج علي كيف حشكون غدي يعطيك الموافقة السعيزة انت عمرك ما غدي تخليني ولا تزوج علي غدي تبقى تحت رجلي وعائلتك الجعانة حسابهم معايا أما ذيك البرهوشة اللي بغا تكون ترتح تبا معايا غدي هي الأخر دا بنتي غدي تربي عائلتي تتكوني مربية شوفي أنا غدي تزوج بغيتي تبقى يفعنقي مرحبا ما بغيتي شخلك هادك صافي وصلتي دابا رويج لها ما كانش كلامك ولمك المنافقة ودوراتك عليها وبغيتي تخليني وتزوج عليها يا المزلط قرب منها وانزل عليها بترفيقة حارة على وجهات ولي أول مرة يضربع في حياته عندك الحق أنا رويجل حيت بقيت صبر على وحدة بحالك حرمتني من الولادة وانا رويجل حيت كل ساعة كتحسسني أنا تحت منك وكتقول دابا تغير وانا رويجل حيت كل ساعة تسيئل منو العائلتي وكندوز بقيت صبر معاك أنا فعلا رويجل واكبر رويجل شنو كتقصد بكلامك انتي طالق وراختك غادي توصلك أنا غادي بنحية جديدة محامرة متن شوفي متسيئلية شولي بعائلتي انتي جاميلك عملي غادي نساها بسلامة وتهلا يفرسكم اليوم طريقي مشي هي طريقي كنت مننا عملي نشوفك ولا تقربي مني ولا من عائلتي بسلامة عاصفية بقيت كتشوفي وعينها مغرغرة واش غا تطلقني حيت ما كنولت شحيصة اه غا تطلقني طلقتي بنت الحسب والناس بانا غادي ندمك وحياتك غادي ندمك عليها انتا وعائلتك تسمعتي بنتنا المخزن فهمتيها حضر راسه بحزن وخرج خلاك تغوت وقتعاير وتسب فيه لكن ما هدهاش فيها يكفيه الألم اللي كتحس به ويكفيه العذاب اللي عاشوا معها طول هات السنوات وصل معها الطريق مسدود وما يمكنش يبقى معاه ويكا تسيئلي وكا تعتبر حبه لها شفاقه وإنها هي اللي رداته راجل استقبلاته الخدامة عند الباب فاسمعات صاريخ المدام راحكوش هزا راح سمعه رضي بالك لها أنا طلقتها أدتها حاليما هويلي علاش هولدي هذا هو الحل حنا ما بكيناش لبعدياتنا صلي فيها يلا بسلامة خرج مره وينورك في سيارته وانطلقه ومشي في وضعه حسن من وضعها لكن الفراق هو أنس بحل باش يدفنوا قصة الحب بديلهم طبعا وليل آباد خرج عيسا وتتكتبكي بكل مرارة وتبكي على ظهرها ما كفاهش موت وليديها وزادها فراق ما حبه بقلبها لليوم وادعا واختار حيته مع مراخرة دخلت على هذا دحلي محازينة هي الأخرى ما بغتاش تطلق خصف هالظروف اللي كتمر بيهم قربت منه وعنقاتها بكي يا ابنتي بكي باش ترتاحي بكي ونوحي باش تخرجيلي في قلبك بكي وخرجيلي في قلبك بتتصفية كتبكي وكتنخسص بكل وجه يا شون ودني بي أنا علاش ربي ما عطنيش لولاد علاش أي تخالتي يكون ربي قدني وتانيت من هاد دنيا وما فيها استغفري مولاك وما تقنتيش من رحمة الله صافي نسايا أصنتي قدبتي فضل فصرا خليش خياته ويحقق حلمو ما تضلمش ما تضلميش وانا علاش تزع ما تضلمني أنا كنت بغيت نفرح بحلقة أنا ابناتلي في عمري 8 والدي يقول لي ماما وبنت قلوا بابا لكن ما كتبش أنا بغيت عشقت وخالتي من أول انترقلت هذا هو الرجلي غدي نكمل مع حياتي بقيت في جنبه وحاربت عائلتي حتى وافقوا طلعتوا درجة بدرجة لكن ولكن أنا كنت طلعوا وغبت الدرجات تقارت تضلمت واو خلاني كيف خلتني الدنيا وركلتني لكن غدي نوقف درجلي بشي أنا اللي نطيح هكا نبغيك أجي نضغسلي حالتك وانا نقول لومي بشترك عشاك لما بغيت والو بغيت ننحسيلي وسديلي ما بغيت نقب بحدي واخر بيتي نحسي ربي في الرجالك سدت اللي بب عليها وهي خرجات جرات خيبتها ودموعها على خدها تأجهت البلاكارات غيرات ملابسة وهزت شي أقراس عن ناس شربتهم مع الماء ومشتكت فوق سريرها كتحاولت ناس ولا في حياتها الكائبة لما اختارتها لكن تفردت عليها ما أهير صراحة المرأة ما تختارش شيئش أو تختار تكون حاقر لكن وحدة القدر كتتفرد عليها ومعليها غير تعيش مع حررتها وقدرها المر مش حبا فيه لكن حيث ما عنداش اختيار غمضت عنيها والعسات وماتت بالسلام في انتدار غدا غدي يكون أفضل من اليوم بإذن الله ايه سر كفسياته مع السب لكن ارتاح نسبيا ارتاح من المشاكل صفية ارتاح من غيرها وكرمته ليهانتها 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 فوق منه وصل الشقة ديه لأمه ودخل لعائلته لقاهم مزام مجمعين مجمعين كينشأ شيئا امي اياه ولادي لكي تخليك حشاكم ما يقولك ناديك الجريم شط المطبخ وبقى حل قالس على أحصاب واحتجاب لوتبزيل فيه ججم حمر بالفريت وشلادة وخبزة صغيرة تيال شفتي مرتكة جدارت عرضنا اليها كبرنا بيها وهي زلات محيور فينا علاج قلنا اليها ليتقلق هنا واصبرنا اليها عشر سنين حتى انت من حقك تولد ولدك امي ستيلياد الموضح انا غدي نتوجه هي ما غديش تبقى جهنايا كيفش اخوي اوش ملعتاجي عدنا انا طلل نقصها غدي نتوج بنت خالتي وهذا اخر هو هذا ابار ادمي بنت ختيجية وصغيرة امرني بالبا song كلمة واحدة ما يفعل فيه طلوع الموضوع نتوش عدد من المواقع declare cerat من أحدها تضحك ومشتك تجري اللي مطبخها الذاتين يفونها بدورتني مرتخطها أنا أميليكا لا بس أليك عفتني خير الأخبار والله ما تتاقي خبار الخير أختيها شكاين والتي رأتطلق ذلك الحقرية ذلك الحاقرة رأقرر يتزوج بنتك وهني يعني لا ناري فرحت أختي داروري ندير الزردة ويلي دار ندير الزردة كده كده تفكينا منها وداروري سيري 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 تلغطها ونشوفك وعلمي بنتك تجاهز رأسها ما بقواله ونجي ونخطبوها كوني هاني يا وسلميلي إلى ولدك يا الله بسلام عليك يا الله بسلام بسلام دست أيام مع لا صفية أو لا صفية طول هذ الأيام هي مكتائبة في بيتها ما قد تخرج ما قدرج تصنع لها المحمدية لهوية جاوب بصد حازين ويا أمي فارد لا بسيلك لا بس ابنتي ممكن جي عندي زبا بغيتك بشان قضيتك ورا معي عيسى من الحزن من الأحسن نسأله هاتش بشكل ودي قلبها تظهر فاسمعت أنه بغيت تخلص منها بات سرعة واخانة جاية نادت زعفانة من سريلها وبسجلة بكحلة مع صابه وحالي جمعت شعرها وقدرت وإشكل شفنجة وغطاته وزدتها وخرجت مغوبجة عند محاملة إلى بعد الساعة وصلت عنده وقت رجلة قالت حتى ترجع لرجل كي شرب معها القهواخ نزلت فيه وصلت في الطرف المقابل له فش بغيتني يا عمي فارد شف فيها بالشفقة تلاقيك مستاهدي حتى كحقوقك مهم تسرع واترة تلاقيش قلتي شفت فيه بعينين خارجين كأنها تلبسها شي جين عاشق جعان يعتني حقي لا قولها الدراغير هادي هو القاه حتى ما يأكل عادي وكني أنا قابلة إليك عشو روضك المهم تفك من هذه الزواج لك حل وما يمع مفارد الوراق عندك تحتاجتي تصل بي يا السلام خرج وبقد كتشوف فيها البكية وخاك تحاول تكون لائمة لك الجرح لجرحها صعيب لتأم من رأيي وافقي وبغي عدك اللي بغيتي أبنتي ماذا قلت أرى نرى ورق مدهم لها تقرأ فيهم مزة السيل وهي تمضي وهي مجبورة وغير راضية لها الطلاق لكن هو قرر يعيش بها ويخصى تعود على العيش بها طلبتك طلبتك ابنتي ما بغيت أولو منه تكلف انت بقدية تلاقيب لما نبقى سأجيئ المحاكم صفت ما عسما نقول لك ابنتي ربي يعودك ماذا تعود؟ ربي يعودني هو سأخدمني كل شي صراحة عيسى بحلوه صراحة واش غدل القذع ماشي واحد بحلوه وخضر الدنيا وفي عليك القدر قال كلمته ومعندما تدير بيناتنا التليفون بسلامة هذه الساكة وخرجات كائبة هي كتفكر في حاجة واحدة هي تمشيت من عس وتكتائب وتعزل ودكشيري تارت الكباز في سياسة وجعت لمنزيلها محطمة بالكامل تسق بلا سدادة حالي ممشطون عليها بعدما خرجت ومعلمتها ومشيتها بنتي تخلعتها لك ومشيت تسنيس على برقة تلاقي لم تتخلعي شريا لانطلع عنا حسب رسيل داخل ديالك يبكي وخصي الناس بغي تنسى شوية انا نوجد لك المساكل اتفاقي تلقى يقول شي وجد بجوبتها حضرتها وطلعت وخلتك تشوف فيها بحزن تجهت المطبخ في نواقف الابنات تلقوا يدكم خصنا نديروا الحشرة خوتها غادي يجيو انتهنا من العراضات ومشيت تلقى يجيو ويجيو تزوجها بنت صغيرة اتشيري سمعت ربي عوضاتها يا بس يا سراجنا مزيان وزوين عليها بعض العين اكيد ربي عوضوا محسن منها انا مالا هي كيجاتك هي في شكل حاسة برأسها عدباته لم ترى مزارة لهم اخرى قديمة تعير هائلته وتنقص منه كأنها غير هي اللي ادادت مرفحة وش المزارة لهم وش الله ادخل الزقراسك ويلا خدمتك نبقى نسمعك كدوح ليها بالسوء نصيفتك تقزيح دمك يلا سيروا جمعوا الفيلا واجهوا وحاولوني واخا خالتي ربي فرجها اليها هذا اللي نقوله مشاول خدمتهم بقيتك تشوف فيهم بقلة حيلة وغبجات الله حليك صفي بقيت طيري طيري تطير سيهر بيعودك يا ربي خيره صفي بقيت نعسى احتجوا ويهل حشا وفقت على خبيت على بابها وبشاتو نادو اسمه وبشو حليت الباب وشافت في الخطامة ش بغيت ما دام خوتك بالرابة بيشوفوك اش فكرهم فيها قولهم انا عبطة واخا رجعت لبيتها البسرت بين وارع الحواجة وجمعت شعكاكتها وهبتت عند خوتها اللي يجاب عندها على خفلة سلام ولكن لكم كيف تفكرتوني هات شغريب اختل كبيرة عند السين عام اذا لم نرى لكم لم نرى لكم لم نرى الشركة جئنا نرى لكم خبركم بأخي الأخبار حيث انت والتي عايش في كوكب خاص بك اش كاين رأيكم بديتوك تشوشولي شنو طاري في هذه الشركة شنو كاين يلا اش طاري مصيبة سفيدة بك انت تهرب من الضرائب بش حمله قتلي خلص الدريبة قال لي انو شاري موظف خدم في الدريبة ما عندهم بينصوروا منو وتضطريت نسكت حتامات ونزلت علينا الفاجعة احنا فلسنا سفيدة فلسنا شافت فيها و جملتها الاخيرة بقت كدور فراسة حتى تردخات مع الكورسي وقلسات مستعوقة لا ما تقول هاش ما تقول هاش الواليد ما يمكنش يدير فينا هات الشي وراءت شريترا اليوم جوا موظف في الدريبة قالوا اما تخلصوا ولا يحجزوا على كاع الاملاك دينا ما حالت يالي فلوس كيت سهلونا الملايين اختي شاريكا ما غاديش تقدر تخلصنا ذاك المبلغ وغادي تدوذو الاملاك الاملاك دي الواليد وهاد الفيلة والسيارات وراسيتنا في البونوك ما يمكنش ما يمكنش كيف غادي تعيش وغا ما قدر نموذ فيها ما يمكنش ماشي وقت لبك اختي الواليد الله يسمح لي كان بلي بالقمر وكانت يتهرب من الضرائب وحنا لو حنا ذبه في الشركة غادي تمشي الدابة الحلوى نخلصه ولا الحبس ما نحنا لا تهربنا من الضرائب الواليد الله يرحمه وليك يهرب يمشي وعنده ايش دخل نحنا مالك وليتي مكلخا علش كون مدير الشركة ماشي انتي وانتي المسؤول على قاعد الامطاءات والعقود انتي النائبة لي وانتي لي كنتي قدسني قاعد الوراق وراكنتيني غادي يدفعي التهمان اذا ما خلصتيش مهم غدا تكوني في شركة نحلو هاد الحريرة وخيشة لنا غير مبلغ وكل واحد يشوفش مش رايح ايش ولاده واخوته وليش يدبر راسه مهم غدا تشوفون بسلامة صفية غدا تجيب كري ونحلوها تروينا خرجو خلاوة قاسم هموما ادموها على اختها ومعرفتش علاش هاد المصايب طحوا عليها كلهم في دقيقة واحدة محيلة لطلاقها من عيسى وليس قاد هاد السيزي اللي غادي تدمر هكثر ما هي مدمرة حتى تتدابي نراسه بديتك تخمم حتى تفكرة تدهبها وناتك تجلي لبيتها حلت المجر ويجب الدهب تيالها اللي كان عيباره على سنسلة شي خوات مجاوها كادو من عيسى وشي دبالج بدت كل شي فصها كل بسا جلابت وخرجها تجلي لعن صاحب تتخبي عندها ذهبها قبل ما يزفو عليها وصلت لواحد حي الشعبي فين كتعيش صاحبتها حلت لها الباب وشابت وتبسمات واخيرا تفكتيني للا سفيها غبرت يا مشاكل حبيب هاجين دخلوا بيوت كده مالكي دخلي حبيبتي دخلي سدد للباب ودخلت معها لداخل الشقق قديلها المتواضعة حلت ساكها وجبدت منها الدهب شاتش يا سفيها شنو بغتي بها الدهب بغتني نخزنه عندك أنا مصيبة تحت عليا شكاين حبيبتي خلعتيني علك الشريكة غدي تفلس والدريبة غدي تحجزنا على الشريكة وكل شيء الوالي الضيع كل شيء الله يرحمه انت عارف الضرائب خدمتك في ديره اويري اختي شوش شيني المهم الله يفاجئ عليك دهبك في اماله ورعايته احنا راخوت عارفه دك شيء اللي جيت عندك خفتم يحجزوا لي على دهبه المهم من بعد وندوز عندك سلميه لمسيوه واخح ببايا لبناتنا الدريفون خرجت معندها مقهورة لكن على اقل تهندها دهبها ركبت في سيارة سنطلقات الفيل التي لها والف سؤال والف غبينة كذبة على قلبها لكن ما عندها مدر حتى يصبح ويفتح او بالضبط في شركة تخلص في صفية مغوبشة الشركة وقلبك يضرب وكتحس بالقهر والعجز بختي غادة وكتفكر ايما معيزة لكن مجرد سيكريتي في شركة لكن وخك كان واسيم تبين انه ما تخلقش لهذه المهنة وانه ما تخلق المهنة راقية تناسب شخصيته الدكية وحتى انها تناسب واسمته تحكيت على ذكريهاتها ودخلت المكسب اللي كان فيه خوطة وموضة في الدرائب سهلا تعطلت عليكم لا تفضلي لقيتهم هاتجاو الزات العناف موضة في الدرائب لقيتهم مغوبشين منظرهم بصراحة يخلع كانت شرطة وليس موظفي عادين كانت هون كلكم عارفين يوجدين هنا اهاتي دي تخل في التفاصيل جبت شوراق وبدك يقرأ فيهم بكل جدية هم كيشوف فيهم متوترين كانت تسالكم مبلغ 800 مليون اما تخلصو لنحجزو لكم على الشركة اشقلتو 800 مليون اويلي علش بالسنة مش نجدر نحنا مشكلتكم مع بابا اصيرو خليو ديوه معاكم مش يشغل نحنا يا سدفو مك خليو نحاولو نتواصلو لشي حل بس معتيش قال 800 مليون احنا مي قد يجيبو هاد الموصيبة ها هموصيبة وتحت الينا اشي مشكلتي انا سبق لي بحدرتكم مرارا واتيك رارا انتم ابوشوش تخلصو تحبو الدنيا سايبة اما تخلصو لنحجزو على اقع الاملاك ديالكم اه ليش تحزو على املاكنا احنا ملنا دخل واش محرشكم شي حدالينا رمي مكرش داريبه توصل لهاد المبلغ اتي يا سفي العمراني بسقول على قاع الشركة امتيلي كنتي كتهربة من الضرائي بوسمي اقول لك اما الحجز او الحبس ايبا خساري دا بخلين ندروا شغلنا ممكن شوفوا باقي الاملاك اه هتفضل معايا تشوف الفيلات اللي باقين نظم غوبشين تبعو خوط فيها تبعتهم هي خوطها من اللوركة تحس براسة زراحة في ورطة كبيرة بعد الساعة وصلوا الفيلات خلت لهم ودخلوا تفرجوا فيها ويمشات مغبونة هذه الفيلات هي الوليد وكان الفيلات المحمدية للبحرطية مزيان هاتش كله غادي تتم الحجز عليها قيدرت ونحس الاتات سمعتونا تتم غوبشة والاتات مالو الشريف انا اللي شاريه احنا كنديرو خدمتنا مدام الفيلة غادي تتم الحجز عليها هي وقع السيارات وقع الاملاك وبما ان ارفح بشاركة وختيتي من صباك وما اشوفي وطورق لما تخرج الامضيتي عليها ستتحاسب فهمت بغيتي مرحبا لا تريد القانون كاين ما ظهر لكم تفاهمونا تطبيق القانون اه مو سيار احنا مع القانون اكيد غيرها اراها اراحنا متالفي المهم سأعطيكم مهلة جمعوا راتكم بيبور خير شكرا ان اخي سأوصلك تلبب قزات صفية مغبونة على الكورسي واختحتها صفية مغبونة على الكورسي وماذا سيكون وعدك؟ شفتكم هدنات وليحيت املك بسمية راجلك وانت املك بسمية مرتك انا اللي حصلت وانا اللي كانت تخلص على اغلاطكم واغلاط بباكم ومالك ما تقولي اغلاط كنتينة مبقيتش مسوق الشركة ستحت هاش في نوراج الكعمة شفت عيد طالي يبغته هو اللي يقدر يفكره من هاد الورطة طلق سنوية ما عنده بشيفيدنا صفية وعش حياته او بيرعلا طلقته او بيرعلا طلقته منه صفية هوتا ما تلكش عمية خلينا في مشكلتنا اكثروا اغلاط كاسفية اجدرتي السيد واجب لك راجل مكمول وطلقته منه وحماقيته مجيك الحماق حتى وصلت لي لثلاثين واسافيش تدعو لهذا الموضوع اذا باش غادي نديرو غادي نخليهم يشوفوا شغلهم وذلك الشي اللي خرج لنا غادي نقسموه ما عندنا ما نديروه من احسن تقلب بانتي اشي فضل الفترة واذا عندك شي فلوه كنتم معارفين بشال عملية اللي درتها خبيها لعيزة ومنشحاتش لي واسافي اغتي احنا دي ما في جنبك ربي غادي يعودك يلي احنا مشينا نشوفك من بعد يا الله ويالله بسلامه واخي يالله بسلامه مسلمه على التراري من ساعة الدموعه وعي تصل الخدامه تجري انتها ويا بنتي في الحقيقة غادي نقول لكم محت خبار ما كيف نرحش لك انها تجري ضروري منه شكينا مادام للاسف الوليد خللنا احنا بزروري ديون متراكمه كل شي راح اجزو على الشركة وهاد الفيلا وفيلا الى البحار وحتى الطنوبيلات حجزو عليهم مع الاسف ما نقترش نخليكم معي اخذكم تشوفوا طرف الخوف في الازغرة اشكس قولها بنتي ولي لقى على الافلاس الشركة اصلا عندها ديون لكنها كملة الباهير مهم دروري تشوفوا رسقكم وضبروا حل رأسكم ونخليوا هذه الخدمة مادام لفنا وخافك انه غير الغواد اه حيانا للدنيا كتدور اه حيانا انا اخذنا لك عند اختي رخص اخذتها مامتي راطفة نشوفك انت احبتي وانتي اداتها شبك تكسي وانت تريدت ديالك وهاكملت لك النوقات ديالك ما سخدش بك ابنيتي ما بدش نخليك فضل واضح بتشغليش بالك انا نشوف لي اشي حال الوالد الله يرحمه مشاه تمام ما خلتي شي حاجة وزيت عليها كنتي تهرب من الضرائب وانا اللي وحلتا بأخوتي فكات بالأملكة ديالهم لأيالتهم ما عندهم منها شي خاف انا عندك صغر ابنيتي شفتي كون بخاول دي عيسا كنت خرجك من هاد الموشكين وصافي نساه يهو بنحياته يلا صوروا شوفوا شغلكم انا طالع ارتاح خلتهم فقوسات وطلعتهم فقوسة كتر منهم طلعت البيتة مهمومة وتحس بقلبها مهموم كتر منهم لكن شنو عندها مدير امام رغبة ديالله سبحانه وتعالى قلصت فق سريرة قلصت صورة عيسا وعينة دايزين بالدموع جهقار الفرق سعيب بل مر لها لكن هي على يقين انه تانى من غيرها وتانى من المشاكلة في النهاية هي مرعقرة فشلت فرحه بولد من صلبه وقربت صورة منها كانت محتاجة تكون جنب عيسا انا محتاجة المكالا سترك الحنين محتاجة الموافقتك والمواقفتك الرجولي انا محتاجة نضعف ونخليك تشفق عليك من حقك تشحيتك انا عدبتك بزايفة كنت كنت تعدب راتي طاحت سريرة بدأت تضرف فيه لماذا ترى لي هكا انا كن بغيه مصيبة فراق واصعب من هاد السيزة لكن خلاني هو قرري بعدانية حيث بغى بنت خالت وكراه هاد المرأة العائقرة لي مقدرش تخليه فرح بولد ولا بنت قد كذبك احتعيات وعينات تسلموا السلطان النوم ليهجب عليهم اخرى وخلصا من عذاب الحب ولوعد الفراق بعد اسبوعين جاءوا الناس اللي غادي يحجزوا على الفيلا ولا الشركة استقبلتهم للبابوجه صراحة ما عندو حسن ملامح تفضلوا مرحبا جاهزة اختي اه جاهزة الشخص قال ها الفيلا غادي تسد لهي ولا الشركة تنكمنوا الاجرائت وغادي نخبركم جيب عندنا واخ واخر دمان عافقتي اللي اقترسيه ليه بغينا ما نضيعوش تكون هان يا راشيد يالها مشي وجاوقت نودعوا الفيلا فين كان مخبيها تشيلك الحمد لله والشكر يالها البناس بجيوب حانا سيقوها ويبقات غادة وقد تودع الفيلا وعينها مغرغرة حتى خرجت عندهم المسامح اذا شفتوا شي حاجه مني قلقاتكم البنات انا وصيت عليكم العائلات اللي غادي تخدموا عندهم اذا احتجتوني داري مرحبا بكم وانتي فين غادي تسكني يا ماذا اخت مرة اخويا كان عندها دار في حي الشعبي كريتها من النهار السبغتها انا لمشي نعيش فيها نسوف ربي جدال ربي سهلا لك ابنتي وربي اي حليك ببنططريق ايها ابنتي شوفني ويطلع اليه اذا لم تطلع اليه اخي خلتي ابسنا مع اليه ويقبتنا بالتليفون ودعاتهم مركبات في السيارة اخوها وعينها بدموع ويخذ فيها سب يا اختي انا لم نتخليع اليه سنضبرا لك على خطوة على بابا دار فهك دار دار فيه هكه على هش حرم عالي هو لاح تحراب وصافي نسير الشركة كانت غادل افلوس نتيك ونتي عارف هادشي قوي راسك وغادي توقفيه لرشليك صعيب نكون برجواجيه برجوازيه برجوازيه ونرجع نزلوط صعيب بزهف ادشيب غالله اجيني تنسل كتر ومشي نشوف شغلي صافي واخ وصلها لأحد الأحياء العتيقة في منطقة عين الشق ذات شنطها اللي فيها حويجة فقط شافت فخوها بنتنا التليفون بتصلوا بيقعلموني انها راه زي غوطيها واخا اختدام نجي عندك يلا بسلامة صلا يفراتك بسلامة وادعيت ودخلت العمارات واجهت للمسحب اللي غادي بصلها رشوقت هالي كتواجد في الطابق الثالث يلا هبغا ترك فيه قتو خاسره يطرب الباب بحصدية حتى توعته وشتد رجليه اللي توعته والله يربي وانا مالي وستخدالي يالله لنتقذ بحلاكه هزت شنطها بي عنف وطلعت السلالة بمشقة الانفوز حتى وصلت للشقة ديرها بجهت كل ساتفوحة القندقة السريح وقد تدورينها في الشقة اللي كانت صغيرة اصغر من غرفتها الشقة كان فيها مراح صغير بيتسال والمطبخ خلقت الحال اما الفراش فكان باسيت فيها بيت فيها بيت نعات فيها فراش باسيت في نبان فاشا هي تنهدت بحزن وبدت تقارن حياتها في بيت العز وكوشيك يحصل عندها لكن دبما عندما تدرخصها تأقلم مع الوضح كفضت علي يديها ونتكت تسيق دارها وتفرش لآتها تبشر تحت وتأقلم مع الوضح ديالها جديد في منزل عيسى ديرين خطوبة رسمية لولدها مع ابن تختها اللي كان صراحة سعادة ديالها لا توصف لابتا قفتان خضر ومقادة ما كيش صارخ بنت كتحمق بالزين ومعا هي صغيرة وبيب ضغي يبنى لها تسر ام عيسى الحاجة الزهرجية كتزغرت وفرحانة حيات غادي تزوج وولدها بطريقة من بعد ما تهنت من مرت والآقرة وللأبد مبروك عليكم اولدي فرحت لكم والله شكرا انها خالتي ادفتك معايا ويلي راكمرت ولدي ايه وانتا غادي تديروا العرس شوفوا انتوما المهم قروا وانا نفد نديروا في القاعة بنت خالتي ماشي خيصة اخويا شبالك نشوفوا معا تخيطوا ونقافة صافي وخدروا اللي بغي يصير مهم بكل فهد الاسابيع والله يرضي عليك أولدي وكما فرحتيني بغي تربي فرحك انا قلبي حاسا نغيطة هي اللي غادي تجيب لك ولي العهد ماشي بحل لك الآقرة ما جابت لك لابلده زي ضهب النفخة تقول لك تقول الأميرة ديانا امي واش ضروري سدواليها صافي نسيها سدو الصفحة ولا ضروري تعصبيني صافي تزهد انه مقصداتش خالتي ما تخسرش انه نهارنا بقى ولي وجيو لحدو العرفتي كثير ساعد عيسا شافي هم غوبة شوينوت من حدهم وبتل السعب خرى خالتي ما تقجب دي هالو خلينا نساوه هارا وليس من الواضي مقدر شاب انتي كانت حاس براسة تقول تسفي تقول السافيرة عزيز عليها راسة وكانت حرش ولدي عيام لكن بغيتها الماء فاشت اللقصة وما زال غادي نمشي نعرض عليها اللعرض باش نزلت نفق سوالديها انتي هي انتي نموهي من نطنغي القفطان قبل ما يجيو الناس باش نكتبوا الكتاب اوخا حبيبا انا مشيش طيبة اجدروا بلا اشياء بعد ساعتين حضرت عائلتي عيسا اللي كانت تكونوا من رجال خلاته وورج عاماته وكل عائلة باش يحضروا الخطوفته وباش يكتب كتابه هو قلس الرفقة ذي اللي عدوا الفصال ونحت دخلت غيثة على الزغارة لها بسقف تنبيد متروز مقدمة كيش خاص بالمناسبات ديرا مشيطة قلس اصح درجة لهم بتتمو فرحانة بحل اي عروس مغربية يلا على بركة الله سيادنا لعدوا جبد الكتاب واخد الكارت ديالو وبدك يكتب كتابهم غيثة هل تقبلين عيسا تازي زوجة لك تصبر مآف الصراء والدراء اه قابلة انت اولدي واش تقبل غيثة تكون زوجة لك وتبغيها تكون سندها وتوقف معها في صراء والدراء طلع عينو فيها قد يشوف فيها شحال عقل وشرد كانوا تخطف ليهم شبعيد بقاقي فكر حتى هزي عينو في خطيبت واللحظة خافت من رفضه اكيد غادي نقبل مسمعت وضربتها بتصغريتة تبعوها بخنصة ايه واش هنقولكم خدموا القاسية تبضى ويشتحوا الأنغامهم اما هو شف غيثة وتبسم نبرك علينا غيثة نبرك علينا غيثة نتمنى ان حقق لك وحلمك في القريب العاجل يا ربي امين ان شاء الله داست شهرين على الاسفية وبعد يقولوا تقلمس مع الوضع واحد شوية نوعا ما مع الحياة الجيدة وخاف الداخل ديالها مازال كتصارع الكآبة والحزن من اجل انها تعيش في سلام اليوم خارجة مع صاحب تمروه بش بيعدهبها تجهو حنش دايبية بش بيعدهبها وتعيش من نحسن ما تبقى يدها الخوتها ووحدنا غضي نقنطم منها بغيتني بعدها بشوف ليش حال يجيب حافك الحاش هزو بدك يعبر فيه وتشوف ش حالك يوزن ما غادي يجيب لك غير الساد المليون تبطعي حاد ليه مكون خليتي من البيت ويلي غير الساد المليون صافي يوو ماشي مبلغ هذا هم؟ وشوفي شوفي انا ماشي وشي محال واحد اخر غادي اكد لينا هدراته انا كنعرفك ممتاز عما كانت سيق فيك الخاش غادي ندير وقيلة على هاد المبلغيه بلا ما نبيعهم ونا محتاج الفلوس بزاف وخامدة لكن هنش بحتيت بيعيه محتاجت فلوس قتلك وانت عارف ان شركة الوليد كانوا مترك من اليها شي ديون وانت خلص شي شيكات هاي والله يصابك ممشى ترونها وزعمها القمر هذا خيبة يا ابنيتي ربي في رجالك يا ابنيتي امين وقد توقفت اعجاب لها الفلوس وبدتك تحسبهم وكتفكر شي حال من حاجة بحيلتها تفكر في الماء ولا تخلص الكرة وزيد عليها المض والسندق شكرا نستي الحاج نايعا منك ابنيتي خرجت مع صاحبتها وشافت فيها شنو بالليكن مشيوشي صانو مشيو اللي حالت ولكتي ابنالي يحتمش على الحراش لي بويب نرجح صفية عزمان لقيتيني غادي نقولها لك وليتي حالتكي اختيفني يا صفية زويون اللي كنكوشي يجري وراها تبطلت يا وليتي وحده غرا وليس صاحبشي شارفة مش انت اول وحده تطلق صاحبشي جمع راسك ها 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 بزفد الشي أرا كون شي جمالية ديون تلق بزفد حويج طويله ينتم مفتحه لقد أشعره ماذا ستفعله ؟ اليوم تريد ان ترطبه و تبالي لعفك بهذا الوجه و لحالته لم اعرفت كسفية ماذا يريتي هكا ؟ جدني الكتئب و بقيت حامل اراضي و بلا حاملها يوم فيها ايو المرأة منك تطلق ضروري كتكتئب ايو خيرها في غيرها سفية يمشي راجل و يجي راجل لا تدفع الأراضي خليتك الجمل راقد حب العشق لا تنسى حبيبو و ربيعودك امين بدأت تقادلها و شعرها و بدأت تقادلها و فتح المنشعر اصبح نظيفه بشعرها و تقادلها و أحدها تقادلها و احيانها و الاجهة تلزغب اللايزر حتى ان تنسى و تراسها في المريح و تحبه هذا هناك جيد قبل ان كنت معطيه ايو صفية فكلم صحيح كنت أشفا سنبغل أكثر عن طبيق إنجر نثب لقد قمت بها هل انت شئ تخير لماذا لا يترون حتى اجعلها لماذا تجعل هذه الشئ لن تصل لجنبا واملا ان تخلو المول و تصفية تقيس و تتصرف على الاستغربة لم تلاحظ انها تقصير و مزير اوي و لكن اعجبني دعني ارميلها مرايا و صاحبتي اي اخران مطلقة و تحكمني اخسرين لاني 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 حكمني اخسرين لاني بغيت الى يلا 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 تحكم تخلو نظر السعب الاشي يلا انا اكبروا شيئا ماذا تقول لي واخط قيم قيصة تصني و تتحكم لقد أخذتها صفية كما تزاهدها لم تكن في نفس المستوى ولا تركت الفريسات ستجعي لأنك لم تكن خدمتها سمعت تفيقها من حياتها الماضية الوهلة نسيت أنها تدارت وصفرة ولا تفيت ونسيت أنها امرأة مظلوطة بحال نوضب هي تحسب نحن المظلوطة لم تكن في نفس المستوى البرج كما كانت فيه عندك الحق نسيت رأسي يالله نأكله شيئا بعد نشوف قضية سندالة لقد قلت لك حبيبة لا تقلقش مني أنت عزيز عني ويجب أن يمسلحتك عارفة 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 يالله سيدنا خلصوا ونأكلوا فيه جوع خلصت المحل وزدت سشيته وهتت هي وزهب تجاه أحد المطاعم يالله يبغت تدخل المطاعم ويبلاحي سلاقف مع عمرته في أحد المحل المجوهرات ثم وخصوا معه خرجت عينيها وقلبها تقزم لها فقدت السيطرة لأعسابها كيف تجري أنتم خرج عيني هنا ويأعلى خزيز وثلاث عندهم ستطلعوا وثبت في حرسان بكل حتيقار يا مبروك عليكم سمع عندكم دربت لك حر البيض صفية شقدري هنا جابتني الصدفة مبروك عليكم ومبروك الخالتي تهيز ممشي تتجوشي ولدك وبي من مبرهوشة ليس جئان تبقى غيجيان غيتها شفسيا ومحملته ماذا يا صفية؟ أنت وليتي ماضي؟ في حياة راجلي سافي يغيش وخلينا نأيشه شفت فيها تطلع وثبت فيها بعصابية لم أعرفتش وماذا لها الدرجة تستطيع المرأة تخطف الراجل من مرته وتكون زوجة ثانية تسمى مرأة بزوجة يكا خطفت الرجال سافي تهنيتي بقيت الدوري تخليتي تلقني وتزوجي به الكلبة وليك تديرك بحل بنيتي اختي الصغيرة وراء كثيتك صبتك ومتي أول مدرتي لبزاز القمعتي ليا في الراجل ورامشي أنا اللي خليتك قطي جراتها من شعرها وبدت كتنتفيها والأخرى ما قدرتش هياجة تقوية عليها مجهدة لدرجة تخرج حيثا من المحل تجري فشفت غيقته وكتنتف مع مرته وين يحلمو صيبة اعتقى بليدي اعتقى قرب منهم غوبش وبدأ يفق فيهم قرب نفذ كدا وين عوضتك ويقعدها وكتنتظر تقوم فيها مجهد و الجهة لي خارجتك اعتقى لا تطلق لدر ضيلي شديد النفس بعدين مني بعدين من حياتي ياكة جر ويجل صافي ثلاث ساعة كل الأولاد لست اعتقا وهذه الأشياء لست مدودة لأولذا وريد الذي تتعلم انسينا يا كجي انا انسيتي بسببينا وحبتي بتلبسي الاريانة صافي حتى انجلت الانقرت الخير سيري بحالك لا تجعلني انا اتفكت فيها ايش سننقر الخير ايش سننقر الخير ورأي ما سننقر ورأي مجرد كيف يدفعه في احدى معظمه بعد ذلك سيري بحالك اعطينا الناس واردنا نفسنا المشارك نظر لكي هدفت قلب بادت متحمس كم cambiوان كم يقوم جicientا فقد اعزابه وليس لديها دبابة فقد اعزابه وليس لديها اعزابه وليس لديها استروقي بطلع الكيهبط شقلتي انا مش رويجل ايه شميته هو دمك مش عش براسو حتى هزيده تاهزها وهو يصرفق والديها خرجت عين وشد سحنكة مع ثلاث وش ردت له تصرفيقه لكن ما دوب له مش انني تضرب الحيوان مازرد لك الضربة دربة لي تضربتيني جرازة صاحب زمني ديها المصدومة من قباحتها ومصدومة كتر من العلاقتهم لي كانت قوية ومعرفتش كيفاش صرحة وصلوحة لهذه المرحلة المتدهورة بقى عيسك يشوف يا معصب الاقصى احدو خنزر في مرتو شد اشدوك معها اصلا ما تدويش معها وبعدي منها هي اللي جات عندناها نسول امك هي اللي في امك خاسر وتعدس على بنتختي الشايطة طلقتيها مازالة ثقافة كلمتلولة الاخرى شفتها كيف حايرتني شاف فيها معصب تحركوا كتامي بالناخ تمشي دورا ولا تقضيها ولا تحركوا الله يتبعها لبالعاقرة فما حتدرج ليها كترونها بغيترلها كتر ما هي مرونة فاجب نتيج مشي وردتك حالتك لمشوفها الاخرى شفتها خالتي كيف ردتني حقراتني ربي انتقب منها مهم قالت خالتي والله لا خليتها تشد فيها وكاك كوني ويقضى تبعوا العيسى لطنوبيلتو نيجالسكين فخوي صوت حتركبوا معاه تقسيته بجهانه ومخه مخربق ليها ولهاد الحماقة لها أما هو أما أموم هدنة ومرتاحة حتى النات من مرجو الأقرة أما عنصفية لقصف المطعم كتبكي وصحبتها كتكمد لها وكتمسح لها وتمسح نونتها وش مختيش تساني من البكا راكا ربيت يمرت وعطيتهم حلش يدوره حلش هاد البكا شفت يدر مني عمرو كان يمدالية يدوته ولا يمدالية يدور حكار الاخر واختي التفن بك لحسوك كلب لسانك خاسر مش بها الطريقة خصك تتعامني معه صافي قلقتي مني وانسايا لك الزمرة مقاطر عشام ربا انتي عارفش دوس معه رح حب أمري حارب تكون شيء له الدولة كان هو طلقني ورمعني كان عمرني قونت وده بكوش يجبع لي هالإفلاس وها هو وانا مقهورة أختي مقهورة وصافي حبيبا وانسايا أصنتي بيها موقعتوش مفاهمين وتي زدتي فيه مؤخرا ولي ساعتها غنقير وطيحي منه ومن عيلته لمرت كده وخات عارف عائلته خايبات تحاول لا ترد شراسها براسهم وتللللعيب لكني كنت يتعايره لما تفكري انه كان مزلوطن وطيح منك صافي سادي شايلية انت انا ستتفرق على قلبهم ضيوم امروه ليس بسهل ان يتزوج عني ورمين يوجد حرقة وانا كنت تجعلني نهضر الحرقة اللي فيها يجعلني نهضرها وصافي صافي وشوفي ما ستجعله في حريرتك اح ما عارفت شايلة مروه مخربقة اخي مزل متصل بي ما عارفت اشدار مع موظفين ضريبة كان قولها اختيت شي حاجة ندير محا ندير اي حاجة ولا مربح تيوالو وش عادي تديري ذك الشي عندك قليل ليوم خسرتي مليون وش غادي سقدريت اي شي باقل من مستويك وانتي كنتي فوق المستوي شفت فيها وببنية دارت بها ما عارفت شايلة أحدهم رغمون ها اللي حدد يتكن فيها وخلوني نخلص الكرام اما ها عايشين في خيرهم وانا اللي اخلص ضيور الوهدي انا اللي افهم اما ها لديهم حياة ومع أولادهم اللي مشت للشركة راح خازنين شي باراكا هاد شي هاد شي شوفي اي راجل اعمل كيدير الشركة ولا مش راح بسميه تمرسو باش لو خعتش حاجة ميمشيش صفح ببن سيصح بتربيل غدي يفرجها داز ايام على سفيا مكتأبة ولا تكتحس انها تحت السفر غادي تبقى حطا يدع لراسها وتخمن في مشاكل اخصها حل يخرجها من هدلو حلالي فيها اللي بتات احسن ما عندها تريحات قدت المدهات يلاوية تخرج انت كنت تاجات عند اخوها الشركة تشوف اجدار بخصوص البيعة وصلت لشركة سبب اسم مرت ودخلت مغوبش عنده خصان من اللي لقات مرته معاه سفيا زرتنا البركة يلا جبتك قتل اخوك توحشنا سفيا ما عرفت اجدار تمسيكي نفلم صيب اللي نزلق ليها قلست بغرور هذا من صنع ربي العالمي لما عندي منذير اكون نف مركب واحد ولا لا لطيفة كيفاش هات الشركة دي الخوية لكن على ما بلي كل شي دي الواليد غنت غير انا لي زرفتوني شكت خرب قياها دي رتيالي ها 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 على بق برج وازي بقى المزلط وإلا إذا كنتي كتشفة الممنوعة على الطيفة دبي مع اختك واشدخلها لشركتي وكتعير فيها شنو ختيت ترضيني من خير خوية إذا تحكتوا إلى المخزن ما غتيش تتحكوا إلي واشدخوا سبيا سكتيني على الجاية واشباغة جيبوا لي قهوة وخلينا انت فاهموا بعدها جيب لي كافة دابا يا الله تخليف الموضح سننا نشرب قوتي وانا رجيب لا فطر كنتي بما يجمع المهمة جيب لي يا البتيبان البسفة واشيك سحب راسك جاي القافية واشي حمقتي تهدني يا لطيفة ما جيانا سبت ليهم أكل مناكل وانتي عارفان أني قد نحرق الخطر والي يابس بلا يلا 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 تلقينا راشيد شاف ختم شوش صافينا سنجيب لك اللي بغتي ودري أقلك خرج كي يجروي يبقذ كتطلع تهبط في مرتو ماذا لنا تقريباً لك؟ كما يجبك للبو سكة عروبي لعليل 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 حمقاً أنتixes잖아요 فلوس راجلي قالك إني قالت لك بلعليل لها وراجلك اظبتهم بإسمك أنت موجهك مجدداً لا أنت بزاف وإن تطلقت العليل املك لا عرفت ماذا مشكلتك مشكلتي أنك مصبت أولية لكن معي شخص الخطأ غدت صبر أولية دخلو الخوها هذا بلاتو في الكافي بتيبان حتى قدمه ويكتبت اسم جسف قدتها يا لتيس هذا الكافي كتشرب بمها بمهل والي الثاني كتبت بتيبان بكل متعة وهم كيشوف فيها بحث رقم حسنا ما عرفوش اشبغات الحمدلله لا يخلف خويا ادخلو في موضوع نيشا يكون حسن الشركة دي الوليد درت الإفلاس ترائب حجزوا لي هولا الفيلات دياولي وعلى سيارتي لكن توم كيف تقول انت شاء الله قبل املكت عليكم الشريكs التي كنت تدريها كنت تحبط لها لديها من الواردة نصفية والديت كيف يسرح السلحة للمطاوبة والنصفية لنسى اینا لماذا تقول ذلك خاصة اخوة لم أكن أدوى معك لم أكن أدوى مع أخويا فهمت أن أخرج رأس أبو أخته و دعني أنا أخي لم أكن أخي صغيرة اللي ربما أعطيها لأولاد والابنات تفرح بهم وتحس أنني مرة كاملة أنا أطلقني رجلي تخلي عليها بسبب ليس بسبب عجزي و أكملت لماذا؟ بدأت كذبكي و مرة أخوها تشوف فيها تقعت فيها قربت من نوع نقاطها لماذا كنت أفعلت بكي؟ أتبعي بأن أخذت معنا و أخدمي معنا في الشركة و أكثر من قصفية و يا ذك الله رسقها سحبها شفتي و أخاكت ناجري معها لم أكن أدوزك شهانتي أختي الصغيرة و رأيت الشركة أخذت قرد من البنك و قدرتها ماشي كيف نتيتي و أنا درتها من الخوانة و أنت عارفة أنا أكثر أخذتها في الشركة و لم أستطيع أن أدوزك لماذا؟ قدرت أمرتي و أمولادي و أدوزني و ما تدوزني و ما تدوزها أنا بقيت نهار فاكي بشتلقك جدرتي لي لأني عارف كل سالك ماضي و قبيحة ما قدرت له ألوه بغاية تسوش عليها كل شي من أمو اللي شفت له بنتختها غيثتك لكي أمو اللي أمو اللي مكسيتها و عاونت أموها على كتوبة ساعة لهات و خبيستها الغالت ديالك فاشترى المشكلة كأنك تأخذك الكبر منك لكي يوقفوا معاك لكي يتعزلين الناس كنت قدرتك و أدوزينا معاك رابيناتكم عشراء و أولدين الناس أكيد تلقيك حيث على الصبتة و كنت معاك و معاك و معاك كنت عندي فشكلة لكي اخذتكم لكي اخوتي كباك و قدرته أصفية تغيرتي لكي ينسي ناسيب في الأخير أمراء أقرر قال ألطيفة خليه من الله و ديك مونيري نشوفه بطريقة نسلخة هذا القباحة لكي تشجعته أنا تلاقي ثماءه شفتوا أنه من حقه يزوج يدج حاجة ضد شرع الله لكن تليح الصبتة و عائرت طيبة و قدرتك تنقص منهم سعف 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 قلب المود و انا بغيت نخدم من اللي يتخسني فلوس اخويا راشقل يا رانسولية في هال مشاكيل و انا برتاح فيها ايش يسكني معانا ايش يسكني معانا حتى ما تبقي بوحدك لا ملفك انا ايش راسي بغيتش يشوقه في نرتاح و كنت تقدر تعاوني الخدمة غادي نتبلك فيها اما الشوقه صعيب علش مجيش قلسي معانا مؤقتا ببنشوفه اه اه اش خرجنا في الاملك و انا اخدوك شوقه اختي صبري معانا بمحلتش مشاكيل و ايش يقلسي معانا و خدارنا صغيرها ماشي بلا لكن تقدرنا كنا انت عارفت بها اخويا حدودية خليني الى خاطر المهم احاول دبالي اخد موديك ساعة نشوفها ان شاء الله يلا نخليكم دوزن الكوفور و نشوف صحاباتي دوزيت تعشايدنا و شوفي لبنش حل ما شفتيهم واخا يلا بسلامة تليل ستاك اخر شيئتك تتعوجون و ما يشوفون فيها اختيك هي اختيك ما عنده عقل سوف ندروا معاه ندبرنا على خدمه من اونتشري عشان نديرها الوالد لا يحمل غرقها و معاه كانت تقريبا منه هي المفضلة عنده كانت تدقيه على الامضاءات هي اللي كانت تقدم دعليهم تغرقاته بسببه خلصات اخطاءه اما انا و اختيك النار قدامي لك اي مضافين لكن ما طبولناش في شركة الوالد خدمنا في شركة ثانية سافيدة منسا كل شيء حيط على اختيك شامحانا و نحاولوها مخلوشهك و خيق بحو سنصلت لكن راح سيزع ليها حاسة به هادك الشيء من نفسي تزيره اربي خليك ليها مني وقفتي مع اختي عمرني نسيري كاد الخير ويصفية بسين! حسين! اوه انا مشي للتنط لقife ايش احبي يا بصافي! اوه خيار حسيري! خرجت صفية مغوب شهد حسين لعندك وفورة الخاصة بها تخلات وكاتبت اسسن بنفاق سلام رضو على البساليك اهلا جميلة صافية لا اشتراك ايه امي على الوقت لا تسمع شعرين انتين نتوا يجربوا هيوشي بنتي ليب ايديكير ومينيكير اهه لماذا لا تفضلي قلت سعطته شعرها بدك يسبغلها وتشوف وتشوف رأسها صراحة من خلال المراية كيف تيراجك لبساليه لا بس واحد المرة شفت الصند ترفير مع شبنس وخفت نقولها لك اه هاديك مرة الثانية باش نكون صراحة معك انا بحيث تلقنا ممكنش تبا فغيت تلقته ما تقوليهاش سيد تلقناه وعج حياته صافي عافك ما كتاب سدع لي هذا الموضوح اه بغضو نوت عليك المواجه لكن فش شفت معا بنت قلت تيخونك اخفت نقول هلك وتقلقي تكون يخاني وميديرش فيه هادشي مويم كتاب هردوان كم ملياش علي سايبولي اخسنين بشي بقد قسم ضيومة شاردة في الماضي مليه ثم بقدش عارفة شنو دل في حياتها واللوف مستقبلها كتحسس كل شي نهار فقرتها كان حياتها وكانت عيصة وفجم شاط ضمرات هي وحياتها ولا الجسد بلا روح كملها السبعة و سيشوار شافت فرصة في مريح شبه هردوان شكرا بالزفاردوان شوف انا دا بعندي شي موحيد مرة اخرى ان شاء الله سفي خلصت البنت وخلصت مغوب شاشة التاكسي حمرت دهل شقتها دخلات محطمة امشت قصة فصال وكذب قلبها ربيلي عن بيت وحياتها ساحد الموت لكن ما عندها ما تدير هو ولا معامر اخرى فاكيد سيكون ساور للابد مسحت دموعة عصبية وزاة تليفون تحاول تصل بمروة لكن الخط مقفر حلت واتساب لكن ما تجاوبش رمات تليفون وترمات احدها عساها ترتاح من الدموع الماضي فحيش عبيلي كيت كن في عيسى ليش ردار بلدية عبارة على طاج سفلية وجوج طاجات وصطح قلت حيسان في الشو قد يلموه وقا عائلته لعارض عليهم ولعارض عليهم والإشاء لكن وخا قاس معاهم عقلو غايب ماشي معاه حتى جات مرتو المراهقة هزة سينية قد تعوج قد تبسم مرحبا بكم ابنة خالي والله لو تحشكم شكرا يا الحبيبة وكان شي حاجة جاي في طريقه لمازال ويدلق النفس من الله لكن سيكون بإذن الله سيكون ربحتني ان المحس فك هاد المرة عرفتوا اخر الأخبار ما غادش تشيقوا شافوا فيها ابنتها باستفهام شكاين شاف الخبار الخير شافت ولدها بنضرة بات مغزى وتحكابت في الشماتة تلاقيت محرمة خطامة ديالت لايكتك شاف فيها وخرج حين وغوبش واش مغات يستدو هذا الموضوع سفيها واجداروري تخسروا لي المورال واسمع أولدي بحضرة هاتش اللي غاتين قولك غادي يجبك ويدنوب كرا خرجوا فيها كيفاش من دنوب كالدويل لهم تلاقي سمع ذاك المرالي كانت تخدمة عندها واسمع وقالت لي أنها دارت فاييت والضرائي بحجدوا على الشركة والفيلة والطنوبيلات والها تزير ودرهم والأخوها كان لها شي دار حي الشعبي حتى يشوف لها شي خديمة شفتي الدنوب كاما دي ديمة تستهزئة من فقرناتها ولا تحتمنا ربي كبير تمنيت نشوفها ونشوفت فيها كيف بغيت بقات يسمع لها وقال بوضره وعمرودن تسفية بعد ما كانت في فوق ثبت لتحت كيفاش وعلى هاش وما في خبار والو أنا خارج ويلي رغدا نحطو الحشاء والدي ماشي وقت خرش تحشا وتقهمت خرشك يجري بقات عروسة لك تشوف فيها بقلة حيلة سافية والأسم زلوطة والله والله وكانت حاسة براسة وخلقي فليس أرى ما سبغيش لأيدوك لكن دنوبك ودنوب ما يخرجوا فيها ايه واحتلين العشاء باش مشي ورا العشرة هذه واخنا نحطو يسارك في السيارة ومغوب شوتيح السيارة ومخنوق بدك يحز طيف القامي جريد سيارة تعليه وكتمات على صدره بدك يطلع عن نفسك يهبطها بشكل ما أصب معاش رسول لا اش كيدير وليش ممكن يعمل لكن حاجة داخل قلبه العاشق ما مهنياش ركب السيارة ومطالق الى احد الشقق راشيد لك يتسواج تفعين الشقق حط اللطو بتاجهن داخل الشقق سونا عليهم تخرجوا تخرجت مادام لطيفة بنفسها شفتوا تصدمات ولدي مرحبا بيك سي راشيد كاين ما تشوف تفشيقه من تحت وصل الصلاة قال سراشيد مع ولده عيسى اهلا وسهلا نهار كبير هذا يجي ترأدنا سمح لي على هذه المجيئة مشي وقتها شاكت داردارك لا تقلس ودروري تقلس معنا واختي لا طيفة هنا نقول لك عارف كنت تضع الكبير ربي خليك انا نجهز العاشق ما خبارك يا عيسى سمعت انا قدرشي شركة صغيرة على قدك الحمدلله يا لابديت شركتي نتمنى ان توفق فيها سوف توفق فيها انت انسان تكي كتعرفات شدي البيزنيس و سوف تنجح بإذن الله نتمنى وش بصحة شلي سمعت وش صفية دارك الإفلات وللأسف هات شريكين رحلت حالة عارفها سوف تنجح بإذن الله قتلها تجيز معنا لكن لا تريد انت عارف تبعها الخيب كيف دايرة هي لبزع لها شوية شوية فش عارفت بشأن طلقكم بدأت بشأن طالق منها غير 8 بسطلقنا قد قلعها و كنت تقلعها و كنت عارف بشأن طليل قد قد بطلق crushed حيث رأيتا هلا انا اعترفت و كنت كل حياة و اقترف عليها سوف تقلعها و كنت صغير ديما الغوات كنت لقد تطيح بيا دي ما والدي يطيح بيا بخوتي هاي احنا مفحناش اخ منك يا صفية انت غادي تدري حقلك اه اه يا ربي على هاد البنت جاءت لطيفة جايبة لحشو معها بنسل اتنين يشوفوا حيثة وشوفت اللي معليها عليه بحكم علاقتهم مع عائلتها كلها محبة ومودة المودة وهذا اهلا اللي بس اليكم لها بس خالة وحشناك مقدش كتجي لنا مهم سلم عليهم بدك يكون معاهم وبالو مع صفية اللي ما عرفش كيفاش غادي تعيش وهي ملفة للإيشا لاي ملفة للحياة ما ملفاش الزلط الفقر وإذا في صباح جديد على الساعة السعودية صباح فقط فيها على طلقان على الباب نادت مفزوعة لبسات بين وارها وجمعت شاككتها ونادت تحي الباب وحلة تلقات مرة تخوها جايبة الفطور معاها هي وبنتها امتي تحشت كتجة الزين على الصباح شفت الناس ديان وقولي اللي وشت لغتي خليل بنت زبينا بحال لك الشي تفضلوا مرحبا بيكم أنا ندخل نعمر الكافي ونحط هذا الشي في طبسيل دخلوا البناس بقات سفية مع مرات أخوها ورق لقنا لك خدمة بصعوبة سفية وشتراسك عند قلو تخوتي مع الجوج شكونا هذا اللي غادي يخطمني بهذا السرعة هذا صاحب خوك تبسط لك عن شي واحد يلا دير شي شاريكة بلا ممسك أنا مش سهل قابلك خدمة كل شي من وضاها مقانتي انتي عارفة اني حندي كود وهم اللي كي يجب دوني المهمة أنا غادي ندير عقلي حيث الفلوس اللي عندي ما بقوش بززاف وما غاديش نبقى مادة يدية تنعية سمعتي وراه اللي كي يعتو كي لاي هذيك قتلك اجيك لسيبعانه وما تربيح تبليح تشي حاجة لكي رسقها صح أنا حييت ووف أنا ما غاديش نتفاهم ولا طيف خليني لأخاطري اللي بغتي لكي لما نفسيك الشركة إني الحاجة بفك الخدمي والاكاتر يستطيع دعون مشاكل اخرى في لما تحاطري سوف نعقول اني تحاطري تطيخ المحضر ومتضلها في الثمان رباني الله يصعب لك أحبيب جاء البناتها الحسين في بريق حليب وبريق في قهوة مع كسان ومع ضبان وشنيك حريشة وكساة وانا غدا نصفية أعمتي لقدارتك جيدة صحيح اختي من خالق ايسا انت زياني ايو اتحنيت منه ونزل وطلع اخر الهنير يرجع لي امين فتري فتري باش نمشي وصل ونقدو بغيتك تحضر المقابلة غزالة مدكشي ودكشي لك نزلت من السيارة وتجهد الاف خمسة للنساء دخلت فيها تتأوج بكل غرور خصوصا ان الالسينة بدأوا يشربوا بيها اتايم بعد ما اعرفوا انها تتلقات وفلسات هاي البنات تحشتوني ولا تصارن شهنة شافت فيها مصدوم وخوصا بعد ما شاكت تغير لتراحليها وكأنها تتلقات قربت من نفس اللي بعتليها تصفية صافة ما عشت من الشافكة تزيانت يلا اجي قدني بغيت نمشي بغيت نمشي بغيت ندلي مشي شعري بصفر واخت فضلي قدسات حدها وبدت تكتقادلها والاعين تختارقها وكي هدرو فيها شوفي هادي كرات تلقات شهرين شوفي كي ولت رسمعت رجلات تلقات زوجة لها كانت حاسة برازها وكي هدرو فيها وكي هدرو فيها لها كانت تترى وكي هدرو فيها وكي هدرو فيها وكي هدرو فيها سمعتها تصفية وي هدرو عندها غبجات لها تسالي من نميمة واجه واجهين تحترى لها كانت تترى مدو فيها كانت ترى مدوية وخط لقسي سنك يخطي سليط وشد النوع تخليك في الزيقار طلقت وبقاش عندي فلوس وما زال يدوف اللحفو صافة شهينة عندي فلاشية واحد الموعد المهم وفيقاش لي ومتسا هي موعد غرامي حب جديد هذا ما نحب طفرته سمع اللول اللي عندي ما خصة حب عندي واحد الموعد جالخط ما بغيت نكون سبيل ما يريده عافة بون كوراج يا حبيبه بدأت تفكر في الخدمة وماذا سيقبلها وماذا سيخلصوها وماذا سيقبل سيدة أعمال وماذا سيقبل مدفة بسيطة عند رجال أعمال بسيط تصلت بها لطيفة ويتجاوبها يا حبيبه لا نستطيع أن نأتي لك انا مازال محط لها في دراسة البنات سوف تقفل وقت سبع عنوان شركة وعندك ثاني تدري شي مشكل صافي قد بقيت أعود في الهضرة وصفت لي انا بغي نخدم ما بغاش من ضربك ونهانيه يالا بونكو غاج حبيبه قطعت عليها بشوية جاتريسة في الواتساب طلعت عليها لقاتها اللطيفة بصفت عليها اسمية ديال الشركة والعنوان ديالها وتسميت بثيقة وشفت في الكوافورة يالا يالا تلقي تلقي ناشهاد يالا مش نتغضى مش يشوف تلك الموعد ما بغاش بالزافة صفية نسف ساعة تكوني جاهزة صبرية يالا اخيتي احنا يا صابرين كم اللي تلقي الكوافورة في الصباح وتسوي في الشعر طلت على رساح جبهارة ويا زد بحاك ضيعتك صح كان بان زميين ومتغيره يو بش عرفي انني كان بداع في خدمتي ورديتك انك بنت الاشرين اليوم باتخون تحفيك ما فيهاش حتى انت رجلك العليا فراسي الهلي ذيتك كتر المهم اني نغير ستيل ديالي مرامرة شو كم بابي اخسنين مشي تعطلت قريبة الجوجوان هنا بونكو غاش ياربي قبلك في الخدمة يالا نشوفك من بعد هزت ساكا وخلصت الاستقبل وتجهت الى الشارع شدد داكسي حمر ليوصلها حتى الثلاثون ترفيل في انكينا الشركة تجهت لها وقلباتي الدق كتحاول تكبت غرورها وتنسى انها كانت في يوم امرأة برجواتية وكتفكر انها فلسات ولات امرأة جد هذي يوم امرأة متلقى معندها تاشي حاجة واذا رفضت هذ الخدمة مكنش لغاديه هذات بحزن تجهت الاستقبل اللي كانوا فيها جوجو بنات بون سبغ جيت على قبل لانتخونتين انتي مادام صفية نعم قلسينا العلم موسيونجي نعم لانتخونتين وكانت تجهت المقابلة وشد اشعر من المشاكل ان تجهت لها في الخير تكون صراحة بايدة اليوم. مثلا انا ما انديشو غادي مشي نديرها شي ديرها واندخل بطالة ونقدر. غادي ندان بان واحدة مبهد لها صراحة. ايوال ما عني لاش نتعلموه احنا ايا. ان شاء الله نكونو من طبقة البرج واسيزة. وصلت المكسب ودقات وتسمعت صوت مألوف قلها دخل. دخلت مبتسمة بكل تيقه. يالله هزت عناه هي تلقى عيسه قال سفق الكرسي بكل رجولة. وكيشوف فيها مصدو مشكلها جديد. صحيح كانت تزوينا نهار اختها لكن عمرها وصلت لهذه الجمال اللي كيشوف بها اليوم. ايش كدير هنا وش انت جاي دوز تخون لو تخوتين. تفضلي قلسي وقولي يا شو بغيتي. تشربي كافي ولا عاصير. اه عاصير. دي الحمض. جيبلي كافي وعاصير الحمض. سفية قلسات. وبدتك تشوف فيه مسقطة من دم عمر هاد النات انه شين هاري يمكن ليسه يدير شريك سوه بعد ما كان موظف عادي بأقل من ادي اشحب الخاطر اسفية للجيتي ما جيتش عندك ولا حبا فيك شيزالة قبل المقابلة انت هو مدير دي الشريكة صراحة ما يشرفنيش نخدم عنده واحد كان نخدم عندي يا وخر جايلي يا برا لجاي عندي انا خارجة طلال الخدامين انا الف واحد يخدمني كفي صمأتي واسم بابا لكن صمأت انك ساحد ما بغي يخدم انك خوصا بعد ما عرفوا بشأن قضية افلاتك شخلي هادك وبسحطة مني درتي الشريكة بأستقييزة ثم تغادوك يشوف فيها محروخة لها بغاش يتخلي عليها وهي فأمس الحاجة له اسمنا يا صفية مثلا بغيت ندوي معك شو بغيت تقول لي انك كتما سهلية وما قدرتش على فراسي فراقي قلسي بعدها قلسي مشت كتنفخ وقلسات وشافت فيه شنو باتي تقول شوفي انا ما زال منزز انك وقفتي معايا فاش كتنفلوك وانك ان ليك فضل كبير لي في الخير اللي انا في دابا وشوفي انا راه منزلش الخير بسمتي واللي كنت الخير اولد الحرام انا صفية وفي واحد الوقت عشت معك ايام مزيونا لكن ما تفاهمناش لكن هذا ما يعنيش اني نساجه منك شبالك تخدمي معايا انا محتاج لك هنا محتاج لي انا واشكال باللي كمو تصيرت صخرية تنقبل نخدم عندك اكيد لا ما غديش نخدم معك انا قلت تخدمي معايا مشي تخدمي عندي انتي عندك مؤهلة زوينة مراتكية شاطرة مستعد نعطيك سبتاما اللي بغيتي محتاج موظفة في المؤهلة المؤهلة شافت في بحيرة خاصة انها محتاج لخدمها مراتكية 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 انا اكثر ادخل عيزة هلشي ورق في فيدو كل صفق الكورسي بتقابل مع صفية كشوف فيها بجدية قرأي الاقد واذا ما حجبتك شي حاجة الميني هزت الورق بقى تقرأ في العقد لكن فيه 6 شهر كتجربة واذا ما حجبتش معجبته ما خدمتها من حق استغنى عن خدمتها وهي كذلك اذا فهزت شهر ما عجبتهش الخدمة ومعاه من حق تقدم استقالتها بقى تقرأ في العقد شنو موافقة على شروطي امس تبدأ الخدمة من غدا تبدأ مرحبا بك معنا مراتك يا مسيو عيسا عن اتنك هزتتها وخرجت تحت نظراته الرجولية بتاجها مبتسم الشرجة متقابل مع الشارع وكيشوف فيها كيف خرجها آنيقة زيونة غير المعتاد اللي شافها يقول عسل حلو لكن هي عسل المر اللي ما عارفهش شهلها تبسم بتوتر وشي كما الخدمت واما هي اشتاد تاكسي وتجاد لانتحبتها ركب عارفين تصحابة ضروري غا تعود له قاعد الشي اللي وقااليها من بعد مما مروعيات توصيها بأن مدلها لها فقط في الصباح بلا كاراكة تشوف شو تلبس وبعد ما فكرات اخترت دون يقصر في الأسواد جين واسح مشارق من ركبات لقات شهرها وتقابلت مع المرأة كتماكي وقتركز على حينها وفمها بلا ما تنسى تماكي فمها بشي ولي من فوق بعد ما كملت رشاة بغفانية سائي ولبسات سبردي لهوزات ساكا وخرجت جري اخذ نزا لحيط ما خصاش تعطل في أول نهار لها خرجت للشريعة وشتت تاكسي حمر وصلحة لباب الشريقة خلصت ونزلت مبتزمة دخلت لداخل الشريقة رفقت الموظفين وقاع الأعين طبعا عليها كيشوفوا شكون هاد الموظفة الجميلة اللي خدمت معاهم أما هيا متسوقت لحد طبعا دخلت مبتزمة لحن تتكد اللي كانت قاسا قدسنا فيها بونجور مادموزيل انا غادي نبدا معاكم اليوم وصاك وصاك مسيو عيسا لي مرحبا اه بصاني تفضلي لمكتبك مرحبا تجهد المكتب ديالها اللي كان صغير وكي تطلع على شريع العام انا نجيب لك لخدمة لي وصاني هلا يمسيو تفضلي ومرحبا بك معنا مرة اخرى شكرا نختي جبي لعافة كافية معاك وخاما دام مشات قلصت في مكتب ديالها بقد كتشوف وكتقارن بين الشركة ديالها اللي عمالها الشركة ديالتلي قاس صغيرة اللي ادبايا تنهدات ورجعت للماضي بدتك تحصر على اول قصة حب في حياتها قبل عشر سنوات دخلت عن دبها بتسمو قلبك يدقو غادي تطر من الفرحة بابا بغيت ندوي معك في حد الموضوع مهم شكينا بنتي في الحقيقة قررت نزوج بالولد اللي كان بغي غادي يجي يخطبني منكم هذا خبر زوين شكون هاد الولد ولد من انا عائلة كنتمي شحال عنده من شركة ومن مشروح بشوية بابا بشوية والد اللي كان بغي ماشي من طبقة دينا ولا قد الحال لكن وخام معنا قد الحال لكن قلبه كبير شبعان رجولة وترفتو هي انا شكي تخر بقيلة وش باغت زوجي مزلوط شكرا تلمزلوط اللي باغت زوجي به بابا عيسا انا باغت زوج بعيسا عيسا عيسا اللي كان سيكرت دانتنا اه ولكن ده بولا محاسب ودكي هو وقف شركتنا من الافلسة بابا شكي تخر بقيلة شكرا تنزوج بنتي سيكرتها شكرا اصر اللي تتخدمي عندنا وقلت نديره فيه خير وانا طوعتك وانتي عيني كفاه بنتي انا بنت الحاسب والنعساب قريتها وصلتها باش تزوجي بمزلوط لو آلف اللي ما غتيش تزوجي بدك تطمح ومشي طمح وكي بغيني وانا كان بغيني وانا غدي نزوج به وزيدنا في الطبقة لم يتهمني سيكرا توضع أنا عارفة سيوجد في واحد الوقت سيكون عماؤه وانت عارفوا ماذا حال تنظيف هل تفهمت واشعب في البيان وانا بغيتوا ما بغيت أحد من عره بدت تكسب وباء كي شوف يا معارف ما يدير مجات وعارف عيساراج لمسانة لكن ما عارف شو شجي اقتريح ايجدل وحديل فنفس المستعبه انا مصير لا ترح لي بابا أراد ذو هكذا ما هو البغو لقد أرادت لكثور لشركات بغيته هو أبدا هل تريد أن أظهر لكن يترك نحن نحن نفسك فقر في الأعمال تحديث بمعالتها تحديث وهي الشبه الشاردة. مدام صفية تفضلي قوتك. شكرا اسميتك كوتر. مسيو عيسى دير اجتماع من هنا نصف ساعة ضروري تكوني في الاجتماع. اه داكو غادي نكون جاهزة. شكرا كوتر. شكرا مستعف. اه في الخطمة اللي قلت لي. ما زال عند مسيو في الاجتماع غادي راورتك خدمتك. يلا نشوفك. يلا مهم نشوفك من بعد صافي. اخ. قال سعلى المكتب ديالو معها بعض الموظفين والموظفات تدخلت صفيا بتسمع عندهم. لابس لي بس انيق طبعا مهلي افراسها. بلا منسوا الماكيج اللي خلعت بان اج جمال من قبل. كان الزواج كان صراحة سجنها. غير تلقت تحرارات. وبالجمال كانت مخبية ورمى شكلها وكتئابها. شفت في عيسى اللي كانت شوك يشوف فيها شوية مصدوم. من تغيوتي لها الجديد اللي كانت غياغو بشجمع راسو. كان اعتدرام سيو عيسى يمكنت التلت. تفضلي. شف الموظفي اللي كيشوف فيها باعجاب. هذه مدام صفيا موظفة جديدة. يلا بدأت معنا اليوم. شفت بكم. لان اشارة فختي. انا هيند وهذه ليلى. شفت بكم كاملين. نرجع للموضوع هنا بغيت كوش يكون عندي. غدا موعد المناقصة بغيت مدام صفيا تكلف بها وتعرف لها كل شيء. وهي تخدم عنيها. او خمس سيو كونهاني. داقر. شف سيكرتيرا اللي واقفة اليهم. فرق علي المخدمة وكيف قتلك. بغيتك شيء يكون غدا عندي بغيت ربح للمناقصة. اذا ربحتوها. اذا ربحتوها. غادي نكافك كنتو مع حالفين شريكتنا يالله جيدة وعندها احداء بزاف ضروري ندير رؤوسنا. مع الحيتان الكبيرة. اسماعيل موظف عنده. كونهاني بسيو عيسى انا غادي غادي ربحو المناقصة وغادي نخدمه بزيان شريكتنا ماشي سهلة شريكة مرموقة. غادي تشوف اذا ما كبرناها. ولد شريكة كبيرة. ايكون خير. صوروا فشوفوا شغلكم. انا بغيتشي اهمال. داو كي يمشي وموت ضفين وسبعاتهم صفية حتى وقفها. عيسى بادرتو. ما دا محدد دقيقة. او بسيو. انتمنى نساو الماضي. نكونو عمليين كتر باش ميت اترشد شيء اللي خدمتنا. كونهاني. انا الماضي رميته ورايا. وانتهنا مودية ديالي وانا مدفع عندك ذلك كان بنتنا. كان ماضي. حلو ورد اليوم. انتمنى وانتمنى ما تكرهينيش انا. ذلك شيء فوق مني يا صفية. عمليين سوقفتك معايا. نساو. يلا نخليك بعد ان بتاخد امسيو عيسى. واخ. بانكو عاش. حضرات رأسو تجهد الى مكتبها مهوبشا. حطت الوراق فوق البيرو وقلصات مع السباك تفكر كلامه. اللي عصبها وليم عصبها كثر انها ما قدراش عيرو. ولا تنتقدو حيث هو ولا مديرها. بعدما كانت مديرته. تنهدات فقصة وقلصات سالي الكوسي كتراجع الوراق. وخدامه. والقلب مهانيش ومحروق. لكن خاصها تصبر باش قدر تعيش وتعيش مع الوضع جديد ديالها. دوزت صبح كله في الخدمة. احتجت عن سكر دياله جويه. ما دام صفيه مغاد يشتغل دايره وقت لغداع دياله ساعة وستقريبا. اه نسيت رأسي ونكمل هذا الوراق. واخ. قاد صفيه كتكمل اوراق ديالها. كملاتهم هستسكة وخرجت من الشركة ويا خارجة بنت لاغيثة. واقفة مع عيثة. قاد تشوف المرأة اللي خطفت لها رجلها. دمرات حياتها. بلا مي. بلا مي. بلا مي. ان بها ضميرها ولا تقول عيب. هي دارت فيها الخير حرام دمر لهزواجها. وندخل ضرع عليها. لكن هي. مراعاتش لا العشرة ولا الخير ولا الملح. قاد كتشوف فيها بكيد. تحت وقفت عليها. هين دلموضة فاني معها في الشركة. شفتي تظهر لند الناس. بريشة ضيحة البادخو. هيا باكل شي من صرختي. يلا مشي من تغدافو. كتشوف فيش شريت تقريبا. هاش بغينا بها غادي تكون غالية. شبالك نمشي والشي محل ديال بيزا بلا تاكوس. هم وخا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر